السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو حلقة جديدة لقاء جديد من قناة المحور لكل مشاهدينا في مصر في الوطن العربي كل العالم بقالوكو اهلا بيكو في حلقتنا الرابعة في شهر رمضان الكريم النهاردة عشر رمضان كل سنة طيبين في عشرين عشرين يعني حوالي سبعة عربعين سنة على احتفالنا بعشر من رمضان ستة اكتوبر كل سنة ومصر والامة العربية والاسلامية بخير ودايما نكون منتصرين دايما نكون رفعين راسنا في السماء ودايما مهما كانت الحروب باختلاف اشكالها اللي هنتكلم عليه دلوقتي تكون بلدنا في السماء باذن الله وابدأ بكلمات ودعاء الى الله واحنا في الازمة لسه في ازمة الكورونا والوباء اللي داخل على العالم لا يتوقف وبعض الارقام بتقول انه بتزيد في امريكا بتنقص في ايطاليا في فرنسا الخامس على العالم كنت بتابع النهاردة الاخبار العالمية لا تصر عدوى لحبيب لسه الموضوع لازم نخلي بالنا من نفسينا نتقرب الى الله ونشوف ايه الواجب نعمله من الاحتراز وابدأ بكلمات وتدعوا معا نقول يا رب اللهم مني اسألك ايمانا دائما وسألك قلبا خاشعا يا رب نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا يا رب يا رب نسألك دينا قيما وسألك العافية من كل بلية ومن كل وباء وسألك تمام العافية وسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك اغنى عن الناس يا رب بهذه الكلمات ببدأ وبقول لبلدي واحنا مقبلون على فترة صعبة وبنتابع بيانات وزارة الدفاع ما حدث من مش اقول رد فعل ولكن تنظيف بعض الجيوب القذرة الموبوءة في سيناء واللي احنا نقتل 126 ولسه البقية تأتي ده السقر للشهداء البقية في حياة كل شهيد النهاردة في عدد من ابنائنا من الزباط من الجنود وصف الزباط وصيبوا واستشهدوا بنكمل العهد والوعد نتكلم ونسترجع ما حدث من 47 سنة اللي حصل كنا ايد واحدة احنا مين العرب والمسلمين